إنها فرصة الساعات الأخيرة هي ما يبحث عنها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في زيارة هي الثالثة له إلى صنعاء من المقرر أن يسعى خلالها إلى إقناع الميليشيا بانسحاب غير مشروط من الحديدة لا أفق واضح حيال المهمة الشائكة التي يخوضها المبعوث الأممي في صنعاء لكنه ذهب هذه المرة وسط التزام علني بوقف القتال من جانب التحالف كان قد أعلنه هذه المرة الوزير في الخارجية الإماراتية أنور قرقاش ضمن تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه في تويتر على نحو أثار التساؤل بشأن الدور الحقيقي لصوت الشرعية في معركة الحديدة ومترتباتها الرئيس عبد الربو بنصرهاد الذي بدأ منشغلا أكثر بالوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت من خارج الدولة اليمنية في عدن والمناطق المحررة شدد خلال لقائه قيادات في المنطقة العسكرية الرابعة على أن أي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقا حقيقيا لما نص عليه القرار 2116 من انسحاب للميليشيا الحوثية وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة أما ما اعتبره الرئيس هادي وعودا وجنوحا للسلام مع كل هزمة يتلقها الحوثيون فلم تعد مقبولة مطلقا وخالص الرئيس لتوجيه رسالة واضحة لميليشيا الحوثي وداعمها مفادها إما تنفيذ المرجعية الثلاثة المتوافق عليها دون انتقاء أو التفاف أو مماطلة أو تتحملون وحدكم النتائج المترتبة على ذلك التعنط والمراوغة معركة الحديدة استثارت مواقف أطراف عدة داخل مؤسسة الشرعية على نحو ما عبر عنه لقاء تشاوري لأعظم أجلس النواب أكدوا فيه أن دعوات إيقاف معركة الحديدة ليست سوى محاولة يائسة لتجنيب الانقلابيين الهزيمة الأشد قصوة على مشروعهم في سلسلة الهزائم التي يتجرعونها على امتداد الأرض اليمنية التي تعرضت لعدوان انقلابهم وفقا لبيان صدر عن هذا الاجتماع تتكرس معركة الحديدة كمحطة اختبار مهمة لإرادة المتقاتلين في جبهة الحرب التي تفقد أهدافها الملحة في سياق تمكين الشرعية والدولة اليمنية من القيام بواجباتها الدستورية لتنفتح على أكثر من أجندة إقليمية ودولية وهو أمر يزيد المعركة تعقيدا ومآلاتها غمضا